السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا على ما يبدو أن الأمور فعلا متجهة إلى بروتن لوكداون المقترح الذي قدمه رئيس وزراء مقاطعة نوت غينفستفالن أمين لاشت ورئيس حزب الـ CDO المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل الآن تدعم هذه الخطة بقوة وعلى ما يبدو أنها مجتمعة اليوم كانت بالشخصيات الرئيسية للأنيونس فراكسيون يعني الكتلة النيابية للأنيون وهي حزب الـ CDO CSO في بالين وهي تدعم الآن خطة أمين لاشت يعني بشكل كامل أنه لوكداون قصير قوي شديد فعال هذه الخطة اللي عبي تم وضعها الآن وأيضا من أجل ذلك يجب تعديل الآن نعرف الـ Infection Schutzgesetz اللي عبي تم العمل على تعديله الآن ولكن هناك مقاطعة كبيرة معترضة على هذه النقطة تحديدا وهي إعطاء صلاحيات أوسع للحكومة المركزية فيما يتعلق بهذا الموضوع وهي مقاطعة نيدا زاكسن الكبيرة في ألمانيا ورئيس وزرائها شتفان فيل من وجهة نظر وزير داخلية هذه المقاطعة بوغس بستوغيوس كمان الذي قال أن الحكومة المركزية لحد الآن فشلت على سبيل المثال في عدة نقاط منها تأمين كميات كافية من اللقاح أو حتى تأمين الشوتس عن سويجة يعني الألبسة الواقية أيضا كانت مهمة منعرف في أول أزمة الوباء في المشافي والكمامات والأشياء فاعتبر أن الحكومة المركزية لا تستطيع إدارة الأزمات من هذا النوع وأن هذا الاختصاص يجب أن يبقى لدى المقاطعات نعرف لحتى يتم تعديل القانون طبعا بحاجة أيضا إلى موافقة مجلس الولايات اللي ممثلة فيه أيضا مقاطعة نيدا زاكسن علما أنه رئيس وزراء المقاطعة هو من حزب الاس بي دي السيد شتافان فيل والآن ننتقل لموضوع مهم جدا هو السفر عبر القطارات في ألمانيا الديب عن شركة الخطوط الحديدية الألمانية على ما يبدو الآن قررت منع بعض الناس من السفر على متن قطاراتها عدد قليل ومحدود ولكن الذين لا يرتدون الكمامة وتم ضبطهم بشكل متكرر ولا يرغبون الالتزام بالقوانين المعمول فيها نعرف لازم نرتدي الكمامة لما نطلع بالقطار الآن في ألمانيا خاصة للمسافات البعيدة ومن لا يريد الالتزام بذلك أو لم يلتزم بذلك بشكل متكرر وتم ضبطه على ما يبدو الآن سيتم منعه من طبعا استخدام هذه القطارات والسفر بها ولكن طبعا الشركة بنفس الوقت أوضحت قد يكون من الصعب مراقبة هذا الموضوع تماما ولكن من حيث المبدأ إذا تم ضبطهم هؤلاء الناس الذين تم منعهم من السفر فسيتم طبعا رفع الدعوة عليهم وإجراء ضبط للشرطة أيضا بذلك وهذا المنى طبعا هو لفترة محدودة زمنيا ولكن من حيث المبدأ هذه إشارة واضحة أنه على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة عند السفر عبر القطارات هناك جدل واسع في ألمانيا حول نقطة مهمة أنه هل يجب إعطاء حريات أكبر للذين تم تطعيمهم الآن في ألمانيا يعني مثلا السماح لهم الآن بالتحرك بشكل أوسع أو ربما عدم استخدام الكمامة أو ربما يسمح لهم بذهاب إلى الأندية الرياضية أو التجول أو التجمع منعرف أنه وزير الصحة الألماني يين شبان قال واستنادا إلى دراسة أيضا من معهد غوبات كوخ أن من تلقى جرعتين من التطعيم فهو أصبح لا ينقل هذه العدوى تقريبا أبدا بناء على هذه الدراسة وبالتالي وزير الصحة الألماني يين شبان قال أنه بذلك المطاعمين في الميزين يتلقوا اللقاح يجب إعطاءهم حريات أكبر ولكن جاءت المعارضة الآن أيضا من رئيس الكتلة النيابية للأنيون يعني أيضا وخاصة الـ CDO طبعا غالف بخينكهاوس في البوندستاك الذي عارض هذه الخطوة وقال أن من المبكر الحديث يعني يعني إعطاء حريات أوسعة وأكبر لمن تلقى التطعيم بسبب يعني أن الوباء لا يزال منتشر نحن في وسط الموجة الثالثة مثل ما نعرف علما لو نظرنا إلى الأرقام أيضا والأعداد فإن عدد الذين تلقوا التطعيم في ألمانيا لحد الآن أن 12.670.000 على الأقل جرعة واحدة وهو ما يشكل حوالي 15.2% من عدد السكان في ألمانيا الذين تلقوا على الأقل جرعة واحدة طبعا من أحد هذه اللقاحات الموجودة فالسؤال هو ما هو وجهة نظركم بهذه النقطة هل فعلا يجب إعطاء حريات أكبر لمن تلقى التطعيم والسماح له بأشياء لا يسمح لها الآن بمن لم يتلقى التطعيم بعد أو لا يريد حتى تلقى التطعيم فهذه النقطة أيضا عليها خلاف وجد الكبير نتمنى أن نسمع أيضا أراءكم بهذا الموضوع اتحاد المعلمين في ألمانيا فيما يخص المدارس الآن دعا إلى شيء مهم جدا لازم نأخذ نظرة عنه ألا وهي الفكرة أنه بسبب نعرف الوباء وهذه السنة الدراسية هناك نقص في المعلومات التي تم تقديمها لتلاميذ المدارس المناهج الدراسية التي تم عادة دراستها طبعا أصبح الآن من الصعب تغطية كل المواضيع للصفوف الدراسية المختلفة وبناء عليه يقترح اتحاد المعلمين الآن أن يتم في العام القادم للتلاميذ اللي عندهم نقص محدد ومعين وقليل بالمعلومات يعني لم يتلقوا كل المعلومات المهمة في المنهج الدراسي لهذه السنة أن يتم تعويضهم في السنة القادمة بدروس إضافية تسمح بتغطية هذه المعلومات والنقص الذي حصل في هذه السنة بينما تلاميذ المدارس اللي أصبح لديهم نقص كبير يعني ولم يتلقوا جزء مهم ومعين من المنهج المدرسي أن يتم تخييرهم بإعادة السنة الدراسية أو بالأحرى بالقيام بسنة إضافية أو دراسة سنة إضافية إضافتها للمجموع العام فهو ما يمكن اعتباره يعني تقريبا هو إعادة السنة الدراسية هذا المقترح اللي يتم تقديمه الآن من اتحاد المعلمين أيضا في ألمانيا وطالب من أجل ذلك أن يتم تغطية نفقات هذه الخطوات عن طريق أيضا برنامج من قبل حكومة المقاطعات والحكومة المركزية ربما سيكلف هذا البرنامج 2 مليار يورو يجب من خلال هذه الأموال تغطية أيضا الدروس الإضافية سواء أو حتى إعادة السنة الدراسية كذلك وهو ما دعا إليه الآن اتحاد المعلمين فشو رأيكم بهذا الموضوع؟ هل فعلا تلميذ المدارس الآن يجب أن يعيدوا السنة الدراسية بشكل كامل بسبب من المعلومات النقص الحاصل في المعلومات طبعا والمنهج المدرسي طبعا اللي مفروض كانوا يأخذوا ما أدروا يأخذوا بسبب ظروف الوباء الحالية ننتقل الآن لموضوع مهم جدا في ألمانيا والصحافة الألمانية من مسلطة الضوء على هذا الموضوع بشكل كبير هو من سيكون المرشح القادم لحزب الـ CDO أو الـ CSU نعرف أن الصباق تقريبا الآن محصور بين أمين لاشيت رئيس الحزب الـ CDO اللي تب انتخابه قبل فترة ورئيس وزراء مقاطعة نوت غين بس فالن هو المرشح الأقوى والأهم والمفروض هو يكون المرشح القادم اللي يكون مستشار ألمانيا عن حزب الـ CDO و الـ CSU بينما الـ CSU أيضا رئيس حزب الـ CSU في بيان ماكوز زودا أيضا ترك المجال مفتوح أن يقوم بترشيح نفسه لو نظرنا إلى استطلاعات الرأي لحد الآن في الأشهر الأخيرة فنلاحظ أنه بصراحة من حيث استطلاعات الرأي الناس تفضل ماكوز زودا كمرشح قادم للأنيون ليكون مستشارا لألمانيا أيضا العدد الكبير من أعضاء حزب الـ CDO و الـ CSU أيضا ربما يفضل ماكوز زودا كذلك ولكن ماكوز زودا هو نفسه لم يحسم هذا الأمر وعدة مرات قال أنه سيحسم الأمر لاحقا وبعد عيد الفصح وأنه مكانه في بيان ولكن ترك الباب مفتوح هذا يتم اعتباره الآن في ألمانيا يعني هو الآن أصبح الموضوع ملح جدا ويجب أن يحسم الأمر لأنه حزب الـ CSU سيسوع بيخسر أصوات خاصة بعد الفضاء الأخيرة حول موضوع الكمامات وصفقات الفاسدة يعني فيجب أن يحسم هذا الموضوع في ألمانيا أهمية هذا الشيء نعرف الـ CDO و CSU رغم كل شيء حسب استطلاعات الرأي وحاليا في البرلمان الألماني هنن أصحاب الأصوات الأعلى وبالتالي من المتوقع إذا ظلت الأمور على الأقل على ما هي عليه في الانتخابات القادمة في الشهر التاسع أن يخرج المستشار من هذا الحزب بمعنى المستشار القادم لألمانيا سيكون إما ماكوز زودا أو أمين لاشاد أحد هذين الشخصيتين يعني تقريبا حسم الموضوع سيكون مستشارا لألمانيا فالسؤال هو الآن طبعا أمين لاشاد كمان بده أن يحسم هذا الموضوع بسرعة لحتى يقدر طبعا الحملة الانتخابية تبعيته يقدر يبدأ فيها بشكل واضح وصريح وأن يحسم هذا الأمر فشو رأيكم بهذا الموضوع؟ من هو الشخصية المفضلة لديكم ليكون المستشار القادم لألمانيا أمين لاشاد أم معكوز زودا؟ وهيك من كون أخذنا فكرة عن أهم الأشياء والأحداث اللعب الدور في ألمانيا نظرة واسعة يومية مشان نعرف كل شيء يعني باتي بار نحن عايشين في هالبلد ناخد دائما فكرة عامة ودائمة عن أهم الأشياء فيها أتمنى أكون عبا فيدكم من خلال هذه المعلومات دمتم جميعا بخير وصحة وسعادة وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته